لم يترك الإهمال الحكومي مجالا إلا أصابه ليطال المواقع السياحية والأثرية التي كان لها النصيب الأكبر من ذلك الإهمال بحيرة الرزازة أكبر المسطحات المائية والمصدر الأهم للثروة السمكية في العراق انخفضت فيها مناسيب المياه بشكل كبير بسبب الإهمال الحكومي وسرقة الحصص المائية المخصصة لها رزازة بالنسبة لها ماء قليل بها شحية ومالها نسبة ماء الماء فإحنا عايشة على هذه الماء المجاري والماء المجاري مو نظيفا أساساً يعني المفروض تعملها القضية وشو الماء الرزازة شين هو من ينجيها لها نسبة بحبانها غيرها طونها ماء فما حد يفكر بهذه القضية إهمال حكومي عامل على تحويل هذا المعلم الاقتصادي والسياحي إلى مستنقع تصب فيه مياه الصرف الصحي هاي بحرة الرزازة ما ذب عليها غير بس المجارة ما الكربلا وآلاف العوائل عاش عليها بحيرة الرزازة وما حد يعتني بها ولا واحد يعتني بها يعني من السعودين ولا واحد يجيليها ولا يقومها وهذا منطقة السياحة الصير الصيادون أكدوا أن مياه الصرف الصحي التي تصب في البحيرة عجلت بنفوق الأسماك لتزداد بذلك معاناة العديد من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الثروة السمكية في الرزازة هذا الماء ما لها أبارع عن مجاري موت السمك كله يعني الناس حرامات شانت عايشة بيها من البصرة لحد الرمادي بالرزازة محافظة كربلا ألقت باللوم على وزارة الموارد المائية لإخفاقها في استغلال مياه نهري دجلة والفرات فضلا عن مياه الأمطار يجب أن تستغل وزارة الموارد المائية هذه الإجراءات التي يجب أن تحول من نظم الوروار على الحبانية وبعد ذلك إلى الرزازة وتستغل هذه المياه وتكون هناك تقنين لتلك المياه الزائدة التي حطلت في كميات كبيرة في المناطق الغربية والشمالية إهمال الحكومة للثروة السمكية في البلاد ليس جديدا فهي أهملت الكثير من القطاعات الأخرى بسبب الممارسات الخاطئة لحكومات ما بعد الاحتلال والتي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم